من جديد بجد تحية كابتن ايمن ولديوفك ولكل مشاهدين مع الكابتن سامي امصان مدرب النادي الالي بعد فوزنا كبير على فريق سراميكا باربع داف مقابل اشيء مباراة صعبة جدا من قبل بداية المباراة مباراة كله كان متخوف منها فريق سراميكا فريق كبير مع مدير فني عائد بعد طرقه للفريق وعارف كل صغير وكبير عن الفريق قلتوا لعبك كوي قبل المباراة الصعبة ديت اللي بقت سهلة طبعا تحية كابتن ايمن وديوفو احنا ممكن نكلمنا مدش الفاتو قلنا احنا عندنا سبع مورايات مهمين جدا بالنسبة لنا اللي انت تتحقق في يوم انتصار انت ان شاء الله تبقى تحقق اللقب يعني فكانت البداية الحمد لله من النهاردة اعتقد الحمد لله كانت تركيز علي جدا من اللعيبة والتصميم اللي انت تتخلص المباراة بادري واللي انت تتحقق ثلاث نقاط مهمة جدا بالنسبة لنا خطوة كويسة ان شاء الله تقربنا نحو اللقب المحبب الجمهور النادي الاهلي فأعتقد الحمد لله خطوة وخلصت لكن تركيزنا ان شاء الله للمبرارة القادمة ان شاء الله نحقق فيها برضو نفس الروح ديات ونفس الاسرار ديات وعتقد ان شاء الله لكون عندنا فرصة اكبر بإذن الله سامي الشوت الاولاني في طرد في واحد صفر لينا في هدفين الفار لغاوم الله وعلم صحتهم ايه سعندنا ساكة كبيرة في حكامنا ايا كان اخدار فرص كتير جدا قلتوا ايه بين الشوتين اللاعبين بعد اخدار الفرص والخوف اللي كان ممكن تقلب بتعادل ولا الحاجة اللي خضر الله هو طبعا الراجل يعني هداهم شوية طبعا واللي احنا بنشعل كويس عندنا بس اتخاذ كرارات مش احسن حاجة في التلت الهجومي لازم نبقى هدى لازم نستغل الزيادة الاعدادية واعتقد الحمد لله اللاعبة استغلت الطرد دوات بشكل كويس واعتقد الحمد لله كرارات كانت كويسة برضو نفس القصة لكن ان انت توصل دي حاجة ايجابية طبعا كده كده نهارده شريف نهارده بيضايا لكن برضو شريف ما شاء الله عند رصيد كبير جدا يعني نهارده الحمد لله برضو سجل هدف ودي حاجة من الحاجات الايجابية نهارده جونيور الحمد لله برجوه برضو حاجة من الحاجات الايجابيات ساعد نفس القصة وحيد بيشارك على فترات الحمد لله برضو اداء ممي نفس القصة فأعتقد الحمد لله بوالية برضو نفس القصة ومروان أعتقد برضو كان محتاجين الدقيق ديت عشان برضو ترجع تاخد حسات المبرات وترجع تيبقى عندك ده فعل انت لو ما تشارك في اي وقت تبقى تشارك بشكل كويس فأعتقد الحمد لله أداء مردي بالنسبة لنا ولتيجة مردية بالنسبة لنا لكن زي ما قلت محطة وخلصت ومبراية وخلصت لكن ست مبرات مهمة بالنسبة لنا إن شاء الله نبدأ التركيز للمواطش اللي سمحين إن شاء الله الكل قال لك أقرم يكون موجود في مركز البكريت الشيناوي ممكن يكون موجود فجئتونا كل الناس أو السوشال ميديا تفاجئت إن بيبدأ هاني سخة كبيرة من جهاز الفني في هاني ومشاء الله النهاردة بيقدم مردود ولا أربع ولا أجل ما تنساش الناهاني طبعا من اللعيبة الأسية بالنسبة لنا ولعيب منتخب مصر ولعيب أداء كويس جدا معنا في فترات كبيرة يعني أحسن حاجة لأي مدرب ليبقى عندك يبقى لعيب واثنين وثلاثة في كل مركز ودي حاجة الحمد لله من الإيجابيات اللي إحنا شغالين عليها الفترة ديت يعني نهاردة برضو نفس القصة بتشارك محمود وحيد وعلي بقى كل ما بيقى عندك بداية كويسة خصوصا الفترة ديت يعني أعتقد بتدي لك أريحية كويس يعني أكرم لعيب مم مميز جدا شوفنات في القولميات برضو الحمد لله أداء كويس اللعب كل المبارات كان مهم جدا برضو اللي ياخد راحة عشان عندنا ضغط مبارات لنا نلعب برضو كل ثلاثة أيام فمهم جدا اللي هو ياخد راحة كويس وإن شاء الله يبدأ بقى مطش الجاي بدأ ينفس هاني ويبدأ منافسة كبيرة بين اللعيبة والأجهز طبعا والراجل شايفه مناسب للمباراة حتق إن شاء الله يقدم أداء كويس إن شاء الله بنشوف النهاردة سعد سمير بنشوف محمود وحيد بنشوف هاني في مركز البقريد بنشوف أجعيه بنشوف لعيبة كتيرة مروان بواليا روتيشن ما شاء الله بتعملوه والأرواع والأجهز هو دايما لما عندك ظروف مباراة زيادية بتحاول تكسب كل الحاجات الممكنة من بورا يعني فأعتقد الحمد لله أنهاردة كسبت أداء كويس النتيجة كويس أسكور كويس شريف بيواصل صادرات الهدفين دخول للنهاردة زي ما أنت قلت سعد بواليا وحيد مروان أعتقد دي من الحاجات الإجابية النهاردة السولية كان مرايح النهاردة بيشارك برضو نفس القصة بتعمل روتيشة في نص الملعب فأعتقد الحمد لله دي من الإجابيات ولا الراجل بنشتغل عليها ويشتغل عليها دايما يعني ليبقى عندك مكاسب كبيرة من المباراة يعني المباراة صعبة جدا كمان كم يوم قادرين على الفوز على فريق الإسماعيلي اللي لسه خارج من تعادل منتش مع فريق بيراميدز مباراة صعبة في كل المقايز كل مباراة صعبة ما فيش مباراة احنا بنحترم كل الفرق نادي إسماعيلي من الفرق كبيرة جدا في دور ممتاز عندهم مدرب مميز عندهم لعيبة عندهم لعيبة مميزة جدا في كل المراكز لكن يبقى البطل لو أعتقد يعني لو أ يعني طول من أنت بنركز وطول من أنت عندك دوافع وطول من أنت عندك إسرارة لأنت تحسن مباراة أعتقد الحمد لله لإحنا عندنا ساقة كبيرة جدا في لعبتنا وإن شاء الله زي ما عودنا جمهورنا اللي إحنا دايما إن شاء الله ما نغزلهمش أبدا إن شاء الله تكون الممتش الجاي بردو ساس نقاط مهمة جدا بالنسبة لنا تسعيدنا أكتر وتقربنا إن شاء الله من الدور إن شاء الله خيرا ابنك وشف حلو لازم يجي كل مطش الحمد لله هو كان خايف الله النهاردة ويقول لنهاردة أنا أول مطش يجي معي يعني لكن الحمد لله هو شكوية إن شاء الله يجي المطشات الجاي إن شاء الله شكرا 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 كابتن أيمان ده كان لقانا مع مدرد بالنادي الآلي كابتن سامي أمصان بعد فوز نادي الآلي كبير على فريق سراميكا بأربع هداف مقابل لاشي ملو مبروك رح حضرتك وليديوفك وليكل مشاهدينه وبإذن الله بإذن الله بإذن الله ست مباريات بإذن الله نكسبهم بإذن الله ونتوق بالبطولة الأغلى بطولة الدور العام اللي بيعشقها كل جماهير النادي الآلي أعود لك من جديد تفضل تفضل